الأوسكار المسابقة الأهم والأبرز في عالم الفن السابع العالمي تترشح لها أجمل الأفلام تتنافس وبعض منها فقط يتوج في صهرة استثنائية ينتظرها بشغف صناع ومحبه السينما صهرة لا تأتي إلا بعد عدة مراحل لعل أبرزها لحظة الإعلان عن الأعمال النهائية المتنافسة للأوسكار ولأول مرة اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأوسكار الممثل البريطاني المسلم من أصل باكستاني ريز أحمد والممثلة الأمريكية إلسون ويليامس للإعلان عن أسماء الترشحات لجائزة الأوسكار المقررة يوم الرابع والعشرين من جنوبي الجاري الإعلان عن الأسماء المرشحة سيكون مباشرة على مصرح ساموال جولدنوين التابع للأكاديمية وسيتم بثه بشكل مباشر عبر عدد من القنوات الأمريكية ومنصة ديزني بلاس ومواقع الأكاديمية هذا ويعتبر الممثل ريز أحمد الحائز على الأوسكار في دورتها العام الماضي عن فيلمه الوداع الأخير وقد انتقد سابقا التشويه المعتمد للمسلمين في شاشات التلفزيونية والسينمائية العالمية والآن مشاهدين إلى نجم السينما العالمية أسبوع كامل يمر على فقدان أثر الممثل البريطاني جوليان ساندانس في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث تتعثر عملية البحث عنه بسبب سوء أحوال الطقس رغم استخدام مروحيات وطائرات مسيرة الممثل البالغ من العمر 65 عاما فقد في جبل بالدي الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3000 متر رغم تنبيه السلطات المحلية بتوقع ظروف جوية حادة جوليان ساندانس الذي يعتبر من هوات تسلق الجبال سبق أن صرح لوسائل الإعلام أنه يجد السعادة بالقرب من قمة جبل في صباح بارد جميل في حين ينتظر أصدقائه إذن ومحبيه خبر وجديد عن الممثل والآن وفي ختام ثقافة ننقلكم إلى عالم المزادات أغراض المشاهير والنجوم غالبا ما يتهافت عليها الكثيرون لكن لن يتحصل عليها إلا أصحاب المال وغالبا يكونون من النجوم هو حال قلادة الأميرة دايانا التي تعرف بالقلادة النادرة المرسعة بالألماس والجمشت بوزن إجمالي يبلغ 5.25 قرطا تقريبا القلادة تم تصميمها على شكل صليب في عشرينيات القرن الماضي من قبل الصائخ جيرارد وقد اشتراها لاحقا نعيم عطلة والذي أخذت لاحقا اسمها منها نعيم عطلة كان يعير هذه القلادة للأميرة دايانا في المناسبات الخاصة وكذا الملكية ولعل أبرزها حين ارتدتها عام 87.900 في حفل خيري لدعم حقوق المرأة أثناء وبعد الحملة القلادة طرحتها دار سوذابيز في لندن للبيع بالمزاد العلني باسم صليب عطلة وبأكثر من 200 ألف دولار اشترتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشن لتضيفها لمجموعتها المتزايدة من التذكارات التاريخية التي ارتدتها نساء قويات ومبدعات ترجمة نانسي قنقر